بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الآية السابقة ويقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فيها إثبات صفتين من صفات الله عز وجل وهما الرحمة والمغفرة فهتان صفتان عظيمتان من صفات الله عز وجل يجب إثباتهما له من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل كسائل الصفات وما قال سبحانه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين في هاتين الآيتين بيان حاقبة المرتد الذي تمادى في ردته ولم يتب منها وعاقبة الكافر الأصلي أما عاقبة المرتد الذي استمر في ردته ولم يتب منها فإن الله ذكر هذا بعد قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم لما ذكر أنه يقبل توبة المرتد وأنه يغفر له ويرحمه إذا كانت توبته صحيحة ذكر حكم المرتد الذي استمر على ردته ولم يتب وحكم الكافر الأصلي فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم يعني ارتدوا عن الإسلام سواء كان من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد ذلك أو من غيرهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً أي استمروا على ردتهم ولم يتوب فهؤلاء لن تقبل توبتهم يعني عند الموت فإنه عند الموت كل يتوب المرتد والكافر والمذنب كل يتوب عند معاينة الموت ولكن لا تقبل التوبة حين ذاك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الغرغراه حينئذ لا تقبل التوبة فالمراد بقوله سبحانه وتعالى لن تقبل توبتهم يعني عند الموت أما لو تابوا قبل نزول الموت فإن الله يتوب عليهم كما في الآية السابقة فهؤلاء لا تقبلوا توبتهم عند الموت وأولئك هم الضالون الضالون عن الهدى لأنهم تركوه بعدما عرفوه واستبدلوا الإيمان بالكفر وعاشوا عليه فلما عاينوا حضور الموت تابوا توبة لا تقبل كما قال سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما فهذه الآية مثل هاتين الآيتين سواء بسواء هنا يقول جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فهي في الكافر المرتد والكافر الأصلي وأنهم لا تقبلوا منهم التوبة عند الوفاة وأنهم ضالون على غير دين وعلى غير إيمان في حياتهم كلها ولهذا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك أي المرتدون الذين ماتوا على ردتهم والكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا هذا مآلهم وهذا مصيرهم لن يقبل من أحدهم عمل صالح عمله في الدنيا لأن من شروط قبول العمل أن يكون صاحبه مؤمنا أما إن كان العمل إن كان صاحب العمل كافرا فإنه لا يقبل منه ولو كان عملا فيه إحسان فإنه لا يقبل لأن من شروط صحة الإيمان من شروط صحة العمل أن يكون مؤسسا على الإيمان فالكافر لا يقبل منه عمل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء فما قدمه الكافر في الدنيا من أعمال وطاعات فإنه لا ثواب له فيها ولا تقبل لأن من شرط قبولها أن تكون مع الإيمان وهذا ليس له إيمان وكذلك في الآخرة لو قدم فدية فإنها لا تقبل منه الفدية ولهذا قال سبحانه فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ملء الأرض ذهبا ملء جبالها ووهادها وبرها وبحرها لو ملأ الأرض ذهبا وجاء به ليشتري نفسه من العذاب يوم القيامة فإنه لا يقبل منه نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته